يا مساء الخيرات يا ربي يوم جميل سعيد عليكم جميعا قبل ما اتكلم في موضوعات حلقة اليوم عايزة انوها على حاجة مهمة جدا مبارح بالصدفة وانا كنت بغير في القناعات بتاعة التلفزيون شفت اعلان على قناة روتانا خليجية الاعلان ده بيتكلم على مسلسلات رمضان واعتقد مسلسلات مش عارفة هو سعودي ولا انتاج ويهي بس هو مسلسل خليجي جايبين شخص قاعد مفروض ان ده حاجة كاميدي يعني شخص اللي قاعد ده بيشجع فريق ومتقريبا فريق وخسران فبيتكلم وبيقول الله يسمحك شمت فينا اللي اسوى واللي ما يسواش وبيشاور على واحد لابس تيشرت النادي الاهلي جايبين شخص ملبسين والتيشرت بتاع النادي الاهلي حاجة قمة قلة الادب يعني حاجة قمة قلة الادب انا بناشد مسؤولي النادي الاهلي ياريت حد يراجع الكلام ده المسلسل ده اسمه شباب البومب وهيتعرض على روتانا خليجية ياريت حد يراجع الكلام ده ويشوف اللي بيحصل لان ده اللي تأدب وده تجاوز غير مقبول بتاتة انت تعمل مسلسل وتسف علي وتستزرف دمك وتقول علي ان انا ما اسواش يعني انا مش عايز اغلط في حد والله علشان ما حدش يقول الوقيعة والعلاقات والكلام الكتير الكبير اللي هما بيقولوا ده ولكن لما تجيب واحد لا بيستيش النادي الاهلي ويقول اللي ما يسواش هو بسم الله ما شاء الله في القرى دي كلها هو تريبا يعني لا صوت يعلو فوق صوت النادي الاهلي بدون غلط وبدون تجاوز انا مش اقول اكتر من كده بس سياريتي بقى في حد من المسؤولين يشوف القصة دي ماشي ازاي وماشي على فين ويبقى في خطوة تجاه المسلسل ده علشان يتوقف وما يتزعش اصلا طيب من اخبار النادي الاهلي اخيرا وبعد طول انتظار العودة للعيبة الدولية او عودة لعبين الدوليين في تدريبات النادي الاهلي حمدي فتحي اللهم لك الحمد هي اصابة بسيطة كده كدمة في الكتفة علشان كان فيه ناس باعته وبتقول لي ان حمدي فتحي اتبدل علشان البانالتيز وعلشان محمود علاء افضل من حمدي فتحي في الشوت فانا قلت لكم ان لقى حمدي فتحي خارج فعليا مصاب مش عشان موضوع البانالتيز ولا حاجة ولكن الاصابة دي مش هتعوق على انه ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في صفوف النادي الاهلي في مباراته امام الهلال طيب ولكن الضربة اللي فعلا زي ما قلت لكم في الوقت اللي مش مناسب هي ضربة رامي ربيعة رامي ربيعة عنده تمزق في العضلة الخلفية كلاكيت كم مرة اللي بيعرف يعد يعد بقى لما يبقى اللاعب مش جاهز وده انا قلته لما تبقى انت عندك مدرب كرشة وطبيب كرشتين فبالتالي بتبقى دي النتيجة اللاعب مش جاهز اللاعب مش اساسي في صفوف النادي الاهلي رجع من اصابة فانا لما جيبه مفروض يبقى فيه اختبارات المفروض ان انا اشوفه هل هو هيقدر يلعب ولا مش هيقدر يلعب مش اجيبه كده من بيته يلا بشنطة دمك يعمل حاجة على بسرعة وكانت النتيجة عودة الاصابة مرة اخرى تمزق في العضلة الخلفية في توقيت مش مناسب احنا اما بنعتمدش عرامي ربيعة كلعب اساسي ولكن انت دلوقتي قريدي عندك يعني اصابات بالكومة الخط الدفاع بتاعك يعاني مش عارفة في ايه يعني تحس كده بدري بنون اكرم طوفي عبد المنعم يعني وبعدين يا جماعة فاحنا دلوقتي هيكون اساسي معاك بقى طبعا خلاص كده ياسر ابراهيم وايمن اشرف ما اعتقدش ان انت عندك اختيارات كتيرة الا لو هو هيلاعب هاني في قلب الدفاع ما اعرفش ما اعتقدش ان هو يعمل كده بيحتاج له اكيد ان هو يلعب في مكانه طيب فيعني اللهم لك الحمد على الاصابة اللي في التوقيت الغير مناسب في حاجة عايزة اقولها مهمة جدا جدا بخصوص مباراة نادي الهلال الناس اللي طلعوا بتتكلموا يتقولك لا ده هم 4400 مشجع وفي 500 راحين نادي الهلال وبتدينا نعمل قلق وبتدينا نتوتر ومش عارفة ليه الموضوع يعني شوية كده مش مش ااخد الاطار بتاعه الطبيعي يا جماعة الموضوع ما يستدعيش خلاص هو امر واقع انت ما تحلمش باكتر من 5000 وال5000 راحوا منهم 500 الهلال قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله هيكونهم على قدر الحدس اعايز اقولكو في حالة الفوز باذن الله او التعدل وباذن الله هيكون فوز وسعود النادي الاهلي في مركز التاني هيكون احتمالات ان هو يقابل 3 فرق الترجي الوداد الرجاء او الرجاء طيب التلت فرق دول انا من وجهة نظري يعني او بلاش اقول وجهة نظري خلينا نشوف ان شاء الله القرعة انا مع مين القرعة هتكون يوم 5 اربعة كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله المباراة هتتحسم غدا باذن الله للنادي الاهلي وهنتقابل وهنحتفل مع بعض طيب ده بالنسبة لاخبار النادي الاهلي في لفتة انسانية عظيمة جدا جدا ودائما وابد النادي الاهلي هو اللي بيعودنا او هو اللي بيعلمنا دايما الحاجات الطيبة والحاجات الكويسة اللي بنفتخر بيها وبنرفع رأسنا فيها النادي الاهلي جهاز فني واداري وطبي كلهم راحوا زاروا والدة واسرة المرحوم محمد عبدالوهاب ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ويجعل ايام المفترجة دي يعني ان شاء الله في وقته في الجنة باذن الله طيب الزيارة دي لصراحة انا اسعدتني جدا 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 يعني في لفتة مهمة جدا وعظيمة واللي استغرابته ما كانش في زيارة النادي الاهلي لان احنا متعودين كابتن سايد دائما وابدا على اتصال مع اسرة المرحوم ولكن كان بالنسبة لي فكرة موسماني وميشيل يانكون والجهاز كمان بتاعه الجنوب افريقي كتلافت عظيمة جدا جدا منهم بصراحة لما بيكون المدرب مصري او الجهاز مصري طبيعي ان بيبقى في انتماء بيبقى فيه ولاء للعيب الراحلين وبيبقى فيه المواقف دي دايما موجودة او طبعا مش على ما احنا بنكلمش في المطلق يعني احنا بنكلم عن النادي الاهلي يعني طيب ولكن لما بيكون الجهاز اجنابي والمدير الفني بتاعك اجنابي ويحب ان هو يشارك ودايما تلاقي سباق في الحاجات دي دعم اللعيبة بتاعته راح عمل دعم كبير جدا لأكرم توفيق ودلوقتي بيروح لأسرة الراحل محمد عبدالرابي اللي هو ما يعرفوش وما لعبش معايا قبل كده لفت عظيمة جدا جدا دايما المدير الفني الاجنابي ما بقاش عنده المشاعر دي تجاه الاسرة ما اونا هقول ان احنا اللو ملكا الحمد النادي الاهلي هو اسرة دايما كان جزيه بنفس الطباع وبنفس الصفات عشان كده هو المدرب الاول في قلوب كل الاهلوية احنا عمرنا ما هننسى منو الجزيه ودايما في كل المواقف بنذكره بالخير يعني فبالنسباني موسيماني بيكتب تاريخ عظيم جدا جدا على خطة منو الجزيه كان لازم اشيد بالمواقف العظيم وكده كده كبتن سيد يعني هو معروف عشان كده انا ما اتكلمتش كتير عنه ولكن ولفتة طيبة من كل ادارة النادي الاهلي ده بالنسبة لاخبار النادي الاهلي تعالوا بقى نتكلم على كام لقطة كده متحكة يعني والله just for fun يعني علشان انا الموضوع بالنسباني خلاص ما بقاش محتاج ان احنا نحكي فيه تاني كتير وبتاعه وخلاص انتو هتودونا في الحتة اللي انتو عايزين تروحوا فيها واحنا يعني مش هنسكت هنفضل طول الوقت على السوشيل ميديا بنتكلم وضد التوجه العجيب بتاعكم ولكن فيه لعطاتكم دية فيه حاجات بالضحك امبارح برضو بالصدفة يعني اداة انا متفرجش على التلفازون كتير ولكن صدفة كده فتحت على برنامج شبير على on time sports وشبير جايب خبير ليزر طيب جايب لنا خبير ليزر او بمعنى صح استشاري طب جراحة العيون يعني استشاري طب القصر العيني انتو تخيني احنا روحنا لحد فين انتو متصورين موضوع وصل لحد فين احنا جايبين استشاري العيون وانا الله مش نصدق ايها فكرة بالنسبالي ده بجاد تبضعك عيني بقى وشوف الكلام ده ولا لا ورجل اعب بقى بيكلمك في مخاطر الليزر وانواع الليزر وعندك الليزر احمر وعندك الليزر اخدر وليزر الاخدر هو اخدر انواع الليزر وبيسبب فيه حروق فيه قرانية العين وانا بقى باتحك يعني انا بسمع الكلام ده وعن ما لقى باتحك يعني بشكل مش طبيعي اللي هو ايه عارفين انا كان عندي ليزر في الدولاب وكان اخدر على فكرة عاتدور عليه مش لايه طريبا يعني الولاد ده ما عرفش كله اللي عملوا فيه ايه فبالتالي انا كنت عايز تدور على الليزر ده وعمل تست واشوف ايه الاخبار على خطة كل البرامج يعني برامج كلها ايه يا جمالو يا جمالو قاعد برضو سايب الطبخ طيب مش احنا اللي بنروح على المطبخ دلوقتي ده هو الراجل سايب الطبخ وجايب ليزر وعمال يعمل ليزر على المزعين اللي معاه واللي على البنات اللي عم شافت دي شغلتهم ايه بالزبط وبيورينا الليزر قديا وهي اوه لا لا ايه ده معقول انا مش شايف حاجة خالص انا هيخمن علي يا جماعة مهازل بتحصل والله العظيم في التلفزيون اللي استغربته ده ايه ايه بصراحة بعيدا عن الكوميديا اللي عدت دي كلها هو كابتن اسلام الشاطر لما جاب ليزر وعمل برضو تيست ليزر يعني كابتن اسلام مش حلو مش حلو منك ان انت تعمل كده والمخزة معروف الناس اللي بتعمل ده الهدف معين واحنا عارفينه فيا كابتن اسلام بلاش تشارك في الليلة دي كلها مش بتاعتنا خالص علشان عيب يعني ما يصحش وجايب والليزر عمله على الكاميرا كده ويسلط وقال لك شوفوا المنظر عامل ازاي يا كابتن اسلام اكيد المسافة بتختلف الكاميرا قدامك بينها وبينك كم متر غير لما بتبقى في استيد وهم في مدرجات انا ما بقللش على فكرة من خطورة الليزر وما بتكلمش في ان هو كان صح ولا حاجة بس بلاش تنتحكوا علينا احنا مش هوبلي يا جماعة احنا مش هوبلي والليزر مكانش السبب الاساسي اللي خلانا خرجنا الليزر ده موجود حد بعتلي سور على فكرة لجماهير منتخب مصر وهي معاها ليزر في مباراة السينيجال في مصر وبعتوا لي السور دي وانا شفتها انا بصراحة ما عرضتهاش انا لقيت فعلا في ناس تاني عرضها ولكن انا شفت بعيني احنا برضو كجماهير عملنا نفس السلوكيات اهم افواروا بصراحة بها وقت منهم على الاخير يعني وازاي ستتحدف وطوب السلوكات مش كويسة خالص اكيد احنا مش بنوصل للليفل ده ولكن قصة الليزر تحديدا اللي احنا كل البراميك فجأة كلها مطلعوا ليزر يعني نايس يطلعوا ليزر من عينيهم يعني يتحولنا للسوبر ييروس فجأة ده مبالغة بصراحة ملاش اي 30 لازمة بلاس احنا لعبنا قبل كده على فكرة في امم افريقيا وبرضو خسرنا ما كانش فيه ليزر يا جماعة فبلاش الشماعات بتاعتكو دي عشان مكسورة واحنا زهقنا بصراحة واتهارينا منها كابتن واق الجمعة قدم استقلته او اعلن استقلته مبارح على حسابه الرسمي على تويتر وقال شكرا وخلاص كده طيب موقف محترم عايز اوضح حاجة مهمة جدا جدا للناس اللي بتتكلم معاي على تويتر علشان انا برضو لما بتكون بتكتب غير لما تكون الناس شايفاك وسمعاك انا عايز اقول يا جماعة انا نقضي الواق الجمعة طول الفترة الماضية علشان واق الجمعة ما كانش حد وقصة الناس اللي بتردوا بتقولي ده كان شغال اداري وليس فني والله انا عارفة انه الراجل كان شغال ايه بالزبط ولكن هو عمل ايه لما كون انا بالتاريخ بتاع واق الجمعة ده وعارف ان انا عندي رصيد كبير جدا مع الجماهير وعارف اني رايح مكان انا مش هيكون لقاء دور فيه فانا مروحش انا مروحش انا مليش شغل انا كابتن واق الجمعة كان بيطلع بتصريحات كتير جدا جدا كان كيروش بينزل وينفيها ويقولك كلام عكس اللي هو قاله فبالتالي الموضوع ما كانش حلو مين صادق مين كدب ده مش موضوعي ولكن لما انا امليش دور في المكان اللي انا شغال فيه بقى انا انسحب افضل او مروحش من الاساس اعتقد الفيديوز بتاعتي موجودة على القناة وتقدروا تراجعوها وتشوفوا الكلام اللي انا كنت بقوله والتصرحات بتاعielt كابتن واق الجمعة وتصرحات كيروش اللي بعدها فدي وجهة نظري ان انا مروح مكان يا اما يكون ليا كلمة فيه يكون ليا دور فيه اكون بحل الفلوس اللي انا باخدها اما انا رايحة بعمل ايه شغلتك على المدفع بوروروم لا شغلتي ان انا يكون ليا دور ويكون ليا كلمة يكون ليا رأي رأي بقى على الصعيد الاداري على الصعيد الفني ولكن احنا مش بناش الكلام ده خالص سواء كابتن واي الجمعة سواء كابتن ضياء السيد اللي اتنين ما كانش اليوم دور باتاتا مع كيروش وده اللي اتاخد عليهم زي يوم زي كتير ومع كامل احترامي وحفظ الالقاب والناس هتزعل مني ولكن دي الحقيقة وده اللي انا شايفاه زي كابتن اعماد متعب زي كابتن محمد بركات الناس دي ملهاش دور في الحتة اللي هي فيها انا ما بقولش ان انت تبقى تؤيد او تبقى معارض انا بقول انك يبقى ليك دور يبقى ليك كلمة وكلمة حق لصالح مين لصالح الصح مش لصالح نادي معين مش لصالح منتخب معين او سوري مش لصالح فرقة معينة ولكن انت ملكش دور سواء ده او ده او ده ملهمش دور ملهمش كلمة ما بيدفعوش عن الحق مش ما بيدفعوش عن نادي الاهلي وما بيدفعوش عن حق بتاتا فبالنسبة لي ده المأخذ على كابتن واي الجمعة ولكن حفاظا على ما تبقى الكابتن واي الجمعة وبصراحة اللطة اللي عملها الأخيرة دي احترمته جدا جدا وأنا شايفها أنها صاحب نسبة اليوم في المية طيب أختم حلقة اليوم بمحمد صلاح محمد صلاح اللي طلع بفيديو أو اتكلم فيه على أنه هو بيشكر اللعيبة وعنيه حزينة وبيبكي وزعلان جدا وبيقول أنه هو اللعيبة دي الأفضل والعيبة دي رجالة وبيقول احتمال يعني الكلام كده رايح في سكة اللي هو إيه سواء كنت معاك وبعد كده أو لا لا بما معناه أنا ممكن أعتزل للعب الدولي ده قراره أنا مش هقب عليه خالص ولكن أعقب على حاجة تانية علشان توضيح للأمر علشان فيه ناس بس إيه حمدون يعني إيه حمدون يعني مطبلطية أفوارة أفوارة عندها اللعب ده لازم يبقى بالنسبة له مقدس والحمد لله إحنا ما عندناش مقدسات أبدا إحنا بنقدس لعيبة ما بنقدس شخصيات فأنا عايزة أوضح إحنا مش بنهاجم محمد صلاح إحنا مش بنتكلم في قصة شخصية ولا حاجة بالعكس لعب رفع رأسنا كتير جدا وبيشارف اسم مصر ولكن أنا بنتقد بنتقد علشان لما بقى شايفة محمد صلاح الصعيد الفردي ما هدش حمل محمد صلاح حاجة بالبانالتي اللي هو ضياها أفضل لعيبة في العالم بتضيع ولكن أنا بتكلم على الفردية الأداء الفردي محمد صلاح فبالتالي أنا ما بتكلمش على الأرقام والإحصائيات ومحمد صلاح عالميا محمد صلاح عالميا مش هارفنا ولكن مع المنتخب إحنا بنشوفش أداءك الفردي المتميز أنت بتبقى بتلعب مع ليفر بول بنشوفك بتعدي من 1 و 2 و 3 و 15 بترقص الملعب لكن أنا بتكلم على اللي أنت بتعمله هنا ما بتكلمش على مين جنبك ما بتكلمش على السكواد اللي معاك ما بتكلمش على الحالات السوريات أنا بتكلمش على كل ده أنا بتكلم على محمد صلاح وبنتقد محمد صلاح على الصعيد الفردي محمد صلاح بيقدم إيه أو محمد صلاح بيعمل إيه على الصعيد القيادة هل انت كنت على قدر الحدث وكنت قاعد حقيقي في الملعب ده انا ما شفتوش ولكن انا ما بكلمش في اي حاجة تانية ما بتهدمش في لعبتنا الناجح ما بنحدفوش زي ما الناس بتقول السنت وفاشلة وكل اللي بينتقد ده فاشل فبيحدف الناجح بالعكس ده فخر ليه ونجاح ليه اصلا يعني نجاح محمد صلاح ده نجاح ليه مهم محمد صلاح ده مش ملاوي يعني محمد صلاح ده مصري يعني مصري زينا فده فخر لينا ونجاح لينا كلنا وشرف لينا عظيم جدا ولكن احنا بننتقد يا جماعة مش بنهاجم ابدا عمري في حياتي ما كنت بهاجم اي شخص ولا اي لعب انا بتكلم على فكرة النقد ولازم ننتقد عشان ما يبقاش مغمض عينه انت لو ما انتقدتش محمد صلاح ما فيش حد كبير عن النقد على فكرة وغيره 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 خلاص هو هيكرر اخطأه مرة واثنين وثانت لكن احنا بننتقد عشان الناس دي تصلح اخطأها وعلشان تشوف الغلط فين وبعد كده تتلشان طيب دي كانت موضوعات حلقتي اليوم بكرة باذن الله تعالى هنحتفل سوى بانتصار الناديا الاهلي اشوفكم على خير يا ربي يومكم سعيد Thank you